اوكي ادا له عايز ايه ادا له يعني واضح ان هو في حاجه عنده بايضه في العلاقه حاجه يعني مش واخد حقه زعلان من حاجه اتهزم في حاجه بس هو واقف وبيبين ان هو ولا الهوى وانه تمام ومش فارق مع حاجه انه هو ايه متهزمش هو بيحاول يبين انه هو متهزمش انه هو متكسرش نفسه في ايه عايز يدي في العلاقه اكتر ادا له زي ما احنا شوفنا حتى الفقراته العامه بدا يركز في العاطفه اوه بدا يركز مع شريكه اوه بدا يهتم بيه بدا يعوضه حاجه حلوه جدا فالدلوه شايف انه يعني ان العلاقه حلوه ولفسه باقي يكمل عليها يزود عليها يحليها اكتر يديها اكتر حلوه قوي قوي ادلوه شايفش ديكه ازاي which is weird اتجرح كتير اتجرح كتير ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق كتير 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 مش عارفه اذا كانت تطعنات دي بسبب ولا بسبب شخص تاني لكن المهم ان هو شايفه متقلم وان هو زي ما تقوله تغضر به كتير قوي وعنده نهاية مؤلمة يعني زي ما تقوله اخد نهاية مؤلمة مش عارفة الدلو هو اللي تسبب فيها ولا دي حاجات من بر لكن الدلو حاسس بقلمك حاسس بقلم شريكه سوري الدلو حاسس بقلم شريكه قوي الشريك بقى بيعمل ايه الشريك واضح ان هو حطل نفسه هذا ورايح له بسرعة ياخد خطوات سريعة جدا 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 وانا حاسس ان الخطوات دي اتجاه شريكه كمان يعني لو فلنفرض ان الدلو زعل شريكه في حاجة بس دلو ابتدى يركز وابتدى يدي وابتدى يعود شريكه شريكه رايح له جاري بقى اللي هو ايه بيسمحه بيقرب منه اكتر رايح له بسرعة نفسه في ايه هو نفسه في تعويد فعلا نفسه في تعويد الشريك شايف ان هو قدى الدلو كتير قوي او يعني مقصرش على اقل معاه في حاجة ونفسه بقى في تعويد انه واضح ان الدلو ممكن يكون غلط يعني مش مشكلة من غلط وابتدى ان هو يعني عايز يحصل بقى الشريك شايف الدلو ازاي شايفه بيصلح لا الدلو بيصلح خلاص عمال بيشوف اخطاءه فين كانت فين وعمال يصلحها وعمال يداوي جروح وعمال يطبطب وعايز يقوم بالعلاقة قوم كده ماشاء الله الطاقة الدلو بيحب شريكه جدا 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 وعايز يقدم له حاجة شايفين الكوباية دي كوباية دي مشاعر وحب وجواها سمكة السمكة دي عطاء وممم رمز للخير يعني مقدم لك كل خير عايز يقدم لك كل خير لأ واضح ان الدلو تعلم من درسه تعلم كويس وعرف امتك ونوي صلح وانت صراحة شريكه يعني برافو لو هو ده فعلا اللي انت بتعمله حاليا انك انت ريح له بالسرعة دي ومستني تستقبل بقى طب يلا بقى وريني بقى تعمل ايه بالطاقة دي ما شاء الله عليكم بجد حاجة حلوة او بصوا بقى في بداية جديدة العلاقة واخدة شكل جديد في حاجة جديدة حاجة انتو مش متعودين عليها الدلو فعلا انتبه يركز مع الشريك في تفاقل كده وبصين العلاقة ايه ده ده العلاقة بتتطور ده العلاقة مش فشل زم انا كنت فاكر لا ده فيه صاف فيه بداية جديدة فيه طريق طويل انتو رايحين وانتو ترسموا خطط للمستقبل دلوقتي مع بعض رايحين طريق طويل مع بعض مشاعر جديدة يا دلو ومولود جديد للناس اللي مستميين موليد الناس اللي لسه ما تجاوزوش ده زواج اتمام زواج واتمام خطوبة والناس اللي مستميين مولود مولود جديد لو ولا حاجة من دول وانتو من جاوزين قراتي وعندوك ولاد فهي مشاعر جديدة مشاعر المولود الجديد فرحة المولود الجديد حاجة نقية جدا حاجة عطاء عمالين تده كله عمال يدي كله عمال يدي يعني الدلو بيدي شريكه وشريكه بالدالي بيديله ماشاء الله بيرفا ويعني انا عايز اقولكو انا معاكم والقراءة فعلا تنطبق على الدلو جدا الشهر ده الحمد لله الحمد لله حلو قويل فيدباك جميل ربنا يسعدكم يا رب ربنا يسعدكم الدلو واضح انه ضلط في حاجة او اثر في حاجة على الاقل على الاقل تقدير وبيحاول يبين ان هو ايه مش عايز يعترف ما بيعترفش انتو عاكين ده وما بيعترفش فهو بحاول يبين ان هو تمام ان هو مغلطش في حاجة او الحرب اللي كان داخلها او المعركة اللي كان داخلها خرج منها مهزوم بس بيحاول ينكر الهزيمة دي عايز يتدي يدي في العلاقة لان شايف ان اساسها قوي وانها تستاهل منه انه يديها الوقت ويديها المجهود والاهتمام فهيبتدي يبني في العلاقة شايف شريكه ازاي متقلم متقلم جامد وخلاص اتهارة تعنات اتهارة تعنات تعنات كتير جدا جدا يمكن تكون منه او يمكن تكون من ناس تانية لكن حاسس بقلم شريكه الشريك شايف هدف رايح له بسرعة جدا 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 وحاسس ان الهدف ده اتجاه شريكه بسم الله ماشاء الله الشريك عايز ايه كمان عايز تعويض بقى عايز ابتدي يجني بقى هو صبر كتير واستنى وسامح مثلا او يعني دعم كتير ادى دعم كتير للدلو فعايز ابتدي يحفظ هو بقى ياخد شوية وهو شايف فعلا ان الدلو ابتدى فعليا ان هو يصلح وابتدى يدي اعتقد ما بينكم ولا احلى مشاعر جديدة حلوة جدا جدا كلها حب كلها عطاء واهتمام مرحلة جديدة زي ما قلنا الدلو يشريكو داخلنا ومرحلة طاقتها حلوة قوي بسم الله ما شاء الله طاقت البداية الجديدة حاجة بسم الله ما شاء الله تفرح تفرح عملين ترسمو خطوات نحو المستقبل مع بعض وخطوات بعيدة بعيدة المدى بس ده تلقى لك في الاراية العامة بلاش تعمل الخطط الخماسية دي الخمسينية دي لأ يمشو خطوة خطوة ان شاء الله الطريق طويل واتكملوه دايما مع بعض بس خدوها ايه واحدة واحدة مشاعر جديدة فيها كلها سلام وكلها يعني رحمة جميلة جدا 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 وزي ما قولنا ممكن يكون مولود جديد اتنان زواج او اتنان خطوبة بس يعني ما شاء الله حاجة كده مفيش زيها وربنا نبارك كل اللي بيحصل ده وسعيد بيكو جدا الحمد لله الحمد لله ربنا ايه هميكو كل الدل ان شاء الله ويسعد شرككم و يعني بس بقى حلو جدا 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 ما شاء الله حالتك دلوقت يا دل ايه هي؟ حالتك يا دل وشكلك يا امه دخلك فلوس هتدخل او دخلك خلاص في خير في تحسن في الحالة المادية في او حتى يعني زي ما تقولوا ايه ابتدت تنور ابتدت تنور اهيه في خير جاي حالتك دلوقتي كمان عندك عطاء الكارتة ده كمان اما ان هو دخلك ان شاء الله رزق وفلوس كويسة ان شاء الله او انه انت في حالة عطاء عمال تبدي 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 اه حد محتاج بتبدي له عندك كرم اه زايد الوقت ده يعني لو هي حالة مادية فهي زادت عن الطبيعي بتاعها ولو هي حالة عطاء فهي برضو زادت عن الطبيعي بتاعها دي حالتك اه دلوقتي حالا شكل الشهر عندك فيه احتفالات هو شهر احتفالات فعلا اه بنحتفل بسنة جديدة اه لكن واضح انك انت بتحتفل بشيء الناس اللي مرتبطين يعني لسه ما عملوش خطوبة الشكل فيه خطوبة وفيه اتمام رسم خطوبة او زواج كمان فهو فيه فرح فيه احتفال يعني ما شاء الله كارت اصفر منور وحاجة حلوة قوي 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 وممكن كمان تكون اجازة شكل الشهر ده عندك فيه اجازة فيه فسحة فيه سفرية المهم انه فرحة 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 حلوة جدا جدا وعملية كده رخاء وبان رايق وحاجة حلوة جدا بسم الله ما شاء الله هدفك هذا الشهر هنا فيه حاجة انت مزبزب فيها مش عارف تختار حاجة من اتنين عندك حيرة في اختيار او عندك تقلب متقلب في حاجة الهدف بتاعك انت تحسن الموضوع ده اما انه انت فيه قرار عايز تاخده ومتردد فيه وعمال تجيبه يمين وشمال او انت في حالة تقلب او ممكن تكون حالة تقلب في الحالة المادية يعني طلع نزلقة اما انه انت الفلوس اللي بتجيلك بتروح على طول بتتصرف في مكانها يعني اللي جاي رايح او او فانت عايز تزبط بقى الموضوع ده عايز يبتدي بقى الموضوع يبقى فيه اتزان شوية الفلوس اللي تيجي لأطاعت شوية فيها حاجة بتتأرجح انت عايز توصلها لحالة ستادي ده الهدف بتاعك الشهر ده فلو انت عايز تعمل ده يدلو بإذن الله الفلوس اللي حجيلك ابتدي حوش ما تصرفش في حاجات ملهاش معنى او ممكن يكون هدفك الاقتصاد ان انت قررت ان انت تعمل خطة في الصرف انك انت تبتدي تركز في مصروفك وتصرف في الحاجات المهمة والحاجات اللي انت محتاجها بس المهم انه هدف كويس قوي 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 فيه ناس تلعى هدفها النهاردة انها تهد البيت في حيات النهاردة كان هدفها غير طبيعي صراحة طيب ايه العقبات اللي مقابلك الشهر ده تغييرات انت ما كنتش عامل حسابها تغييرات مفاجئة ممكن تكون في العمل وتغيير جامد مش تغيير اي كلام لا تغيير قوي ممكن يكون في العلاقة حصل فيها تغيير مفاجئ في العمل حصل تغيير مفاجئ عملية تحول ده هيقف قدامك عقب الشهر ده هتبقى مش عارف تتعامل معه ازاي نصحتي ليك تعامل معاه بجرأة بص هو ايه بيحصل هنا الثيم بتاع الكارت ده المود مفروض انها حاجة تموت او حاجة بتتغير وحاجة مفاجئة وجاي غصبة عنك انت مش متوقعها زي الموت كده لما بيجي ايه غفلة هو الموت هنا رمز مش الموت بمعنى الحرفي الموت بمعنى رمز الموت ان هو بيجي مفاجئ بدون دعوة والواحد بيجعبش تصرف فيه اعمل ايه بس بوستو بقى هنا الراجل ده ده مفروض ان هو السيس يعني او احنا بالنسبلنا بقى حيبقى رجل فيه او شخص فيه عنده تدين واقف بيوجهه عادي جدا واجه 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 التغير او التحول ده بشجاعة ما تقلقش لان التحول ده او التغير ده الحاجة اللي بتموت او تتغير وبيحل محلها حاجة تانية فيه شمس جديدة طالعة بعدها فوجهه ما تخافش منه التغير اللي داخل عليك ده ده ما تخافش منه ان شاء الله في الاخر حيوديك لحاجة كويسة حاجة احسن بس انت مش شايفها دلوقتي الحاجة اللي انت حتنجزها الشهر ده واضح ان الدلو حيعرف يوازن ما بين العمل وما بين الحب بمعنى يمكن كان الشهور اللي فات وكان الشهر اللي فات فعلا الدلو عنده الحتة دي ما كانش مركز في العطفة قوي كان مركز في عمله جدا 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 بيحاول يحسن من حالته المادية واضح ان هتا تتحسن بالفعل او على الاقل ابتدى يبان يعني يبان معالم للموضوع ان ان شاء الله هيحصل تحسن فدلوقتي ابتدى يوازن ما بين حالته العطفية وبين حالته العملية فالحبيب راضي مبسوط انك انت بقت تهتم به مش بس مهتم بشغلك وهبقت هامله لا بقيت مركز مع الاتنين بقيت بتدي في النحيتين برافو عليك يا دل برافو برافو طيب ايه اللي هتحاول تتفادى هذا الشهر دي خطة مستقبلية اوكي خطة مستقبلية بعيدة المدى بمعنى خطوة كبيرة اوي تجنب الخطوات الكبيرة اوي اللي ليها علاقة بقى ايه بخطوات مستقبلية عارفين الخطة الخمسية ليش عارف ايه لا بلاش تعمل خطة خمسية دلوقتي انشي step by step خطوة خطوة تفادى الموضوع ده يمكن السبب لانه ده مش وقت ملاسب ان انت تعمل خطة للمستقبل او للمستقبل بعيد بالشكل ده اه ا الممكن يكون كمان السفر تفادى السفر الوقت ده 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 اه ليه ما تخافوش من حاجة يعني يمكن اقل تقدير يعني انه ناتبته مش هتبقى مرضية ليك اوي اللي عنده السفر الوقت ده حاول ما يتجنبه او اي حاجة فيها ايه خطوة بعيدة خطوة كبيرة اه اه ايه اللي انت محتاج تعتنقه هذا الشهر؟ شوية يعني مش عايز اقول بخلي عايز اقول حذر توخى الحذر هذه الفترة في الصرف الصرف بالذات لان دي pentacles نمسك ايه؟ امسك اديك شوية يا دلو انت طلع لك حالتك دلوقتي انت عملت بعزق واضح ان فيه بعزقة عملت بعزق ينين وشمال وفوق وتحت طيب ده ده اللي انت محتاج تعتنقه الشهر ده حاول تمسك ايدك شوية امسك ايدك ركز اعمل خطة للصرف خطة خطة محترمة كده مش لحاجة علشان اتليست حس يعني توصل الهدف اللي انت عايزه ده انك انت الحالة المادية عندك تستقر ده هدفك وعلشان ام وعلشان تبتدي تحس بالحاجات اللي انت اشتغلت عليها الشهور اللي فاتت يبين تأثيرها طول ما انت كل اللي بيجي لك بتصرفه مش هتحس بالتحسن او مش هتحس بالتطور